السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الصف الخامس سنأخذ اليوم يا خامس درسنا الإملاء بداية سنبدأ بالإملاء إن شاء الله تعال إذن حضروا دفاتركم واكتبوا معي درس الإملاء لهذا اليوم نعم جاهزون فلنبدأ العنوان النحلة النحلة من بداية السطر النحلة حشرة عجيبة فاصلة تعيش في جماعات متعاونة وللنحلة أربعة أجنحة خفيفة وللنحلة أربعة أجنحة خفيفة حريرية أربعة أجنحة خفيفة حريرية تسبح بها في السماء تسبح بها في السماء نقطة وهي تنتقل من ثمرة إلى ثمرة فاصلة ومن زهرة إلى زهرة فاصلة ثم تخرج لنا عسلا ثم تخرج لنا عسلا حلوا مختلفا ألوانه مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس نعم أنهينا الأملاء عزيزي خامس الآن افتح معي صفحة ثمانون سنأتي إلى التعبير سنأتي إلى التعبير رتب العبارات الآتية لتكون فقرة عن الرفق بالحيوان طبعا بدنا نرتب أنا وأنتم الفقرات اللي عندي حتى نكون الجمل اللي عندي حتى نكون فقرة يعني لما نرتب الفقرات هاي الكلمات هاي الجمل نكون فقرة كأن مثل الدرس بالضبط مثل الدرس يعني فقرة واحدة بدون أرقام يلا نقرأ من البداية فقال هذا الكلب عطشان ولكن ليس معي شيء أملأ فيه الماء وأسقيه وبينما كان يسير وجد بئرا فيه ماء فنزل إلى البئر يشرب حتى ارتبى وحمد الله تعالى خرج رجل من قريته مسافرا وفجأة لمح كلبا بجوار البئر يلهت ويلعق السرى من شدة العطش وبعد فترة أحس بالعطش الشديد سبعة وحين رآه الكلب جرى نحوه مسرعا وأخذ يشرب الماء فخلع نعله ونزل إلى البئر وملأه ماء هذه الكلمات أو العبارات التي لديها خامس مبعثرة بدنا نرتبها حتى نكون فقرة فقرة بدون أرقام إذن شو أول جملة ممكن أنا أحكيها؟ إذن رقم أربعة رح أرقم عندها الترقيم الصحيح هون بعدين ترجع تكتب ليها على دفترك التعبير وترسل ليها إذن خرج رجل من قريته مسافرا هاي أول وحدة نين وبعد فترة أحس بالعطش الشديد ثم نعم ثلاثة وبينما كان يسير وجد بئرا فيه ماء نعم فنزل إلى البئر يشرب حتى ارتوى وحمد الله تعالى وفجأة لمح كلبا بجوار البئر يلهث ويلعق السرى يلعق يعني يمتص الأرض من شدة العطش يعني يلحس الأرض فقال هذا الكلب عطشان ولكن ليس معي شيء أملأ فيه الماء وأسقيه ماذا فعل الآن؟ فخلع نعله يعني حذاؤه ونزل إلى البئر وملأه ماء وأخيرا رقم ثمانية وحين رأاه الكلب جرى نحوه مصرعا وأخذ يشرب الماء إذن عزيزي خامس سأقرأ القصيدة التي التي بين أيدينا طبعا هي مختارات هي مختارات من لغتنا الجميلة تتحدث عن الريح والشمس إذن هي حوار بين الريح وبين الشمس حوار صار بين الريح وبين الشمس سأقرأها في البداية واستمعوا واستمعوا للقراءة هلني أنا أقوى منك يا أم الضياء ماذا ردت عليها الشمس قالت أنت أقوى كيف يا أختاه ردت الريح سترين الآن سترين الآن ذلك العابر يمشي في الطريق واثق الخطوة يمشي في الطريق الشمس أجابت إنه يرخي عليه معطفة سأزيح الآن عنه معطفة أنا أقوى منك يا أم الضياء ملعبي مملكتي هذا الفضاء أجابت الشمس جربي يا أخت يا أخت هيا جربي أنفخي ثم أنفخي لا تتعبي الريح آه إني أعصف منذ حين أعصف ويشد الماء المعطف كلما أصرفت في عنفي يشد المعطف أجابت الشمس ضاحكة هل تراخ الشم؟ الشم هنا مقصود به الارتفاع هل تراخ الارتفاع؟ الريح قالت في انكسار طبعا وهي مكسورة ويا إيسا إنني أستسلم جربي أنت أريني الآن الشمس سأحاول بخيوض الذهبيات الغوالي سأحاول قالت الريح عجبا إني أرى صاحب صاحبنا يلقي رداءه لمسات منك وانزاحت كما شئت العباءة قالت الشمس لم لمي الآن إذن هذا اللسان وانظري من فاز منا في الرهان إذن هذه مختارات للكاتب سليمان العيسى من ديوان الأطفال إذن عزيزي خامس هذه المختارات تتحدث عن حوار بين الريح والشمس وتذكرون قصتنا التي أخذناها في درسنا الشمس والريح هي القصيدة أو المختارة التي قرأناها هي نفس نفس الدرس التي أخذناها لتحدث عن الرفق واللين أن الشمس في النهاية قالت ننال باللين والرفق ما لا نقدر أن نحققه بالعنف والقوة إذن هنا الريح قالت للشمس أنت تختالين أي أنت تتكبرين أي أنت تتكبرين نعم قالت تختالين أي تتكبرين في عرش السماء أي في في السماء فخففي يا شمس هذه الكبرياء أي خففي من كبريائك وغرورك إنني الريح أنا الريح من يجهلني إذن هي أيش متكبرة فلذلك هي تقول من يجهلني يعني الكل بيعرفها ثم وصفت نفسها وقالت أنا أقوى منك يا أم الضياء إذن وصفت الشمس أنا أم الضياء أعطتها لقب الشمس ماذا قالت أنت أقوى بتعجب كيف يا أختها إذن هنا في تعجب عندي استفهام قالت الريح سترين الآن ذلك العابر يمشي في الطريق أي تتحدث هنا عن شخص ما واثق الخطوة يمشي في الطريق الشمس قالت إنه يرخي عليه معطفه أي يلبس معطفه وينزله يرخي أي ينزله على كتفي قالت الريح سأزيح الآن عنه معطفه أنا أقوى منك يا أم الضياء ملعبي مملكتي هذا الفضاء إذن هنا كانت الريح مخترة بنفسها نعم ومتكبرة وتقول أنا أقوى منك أي ته الشمس للقبتها بأم الضياء ملعبي مملكتي هذا الفضاء قالت لها ملعبي ومملكتي ومكاني هذا الفضاء الرحب الواسع السماع نعم فقالت الشمس جربي يا أم الضياء يا أخت هيا جربي إذن طلبت الشمس من الريح أن تجرب أنفخي ثم أنفخي لا تتعبي قالت لها أنفخي أكثر وأكثر ولا تتعبي قالت الريح آه إني أعصف أي بدأت الريح تهب منذ حين أعصف ويشد المعطف إذن هي تعصف وتشتد ريحها وهذا الشخص يشد رداءه أكثر فأكثر فلما أصرفت أصرفت في عنفي يعني إصراف يعني زادت في عنفيها أصبح يشد هذا الشخص المعطف ويمسك به أكثر فأكثر فقالت الشمس الآن ضاحكة وهي تراخي الشمم أي الارتفاع قالت الريح في انكسار طبعا وانكسار ويأس إنني أستسلم هنا استسلمت فقالت للشمس جربي أنت أريني فقالت الشمس لها سأحاول بخيوطي الذهبيات الغوالي نعم إنني سأحاول فقالت الريح لها عجبا إني أرى صاحبنا يلقي رداء إذن لاحظت يلقي رداءه إذن لاحظت الريح أن الشمس عندما أصبحت تشتت حرارتها أصبح هذا الشخص يلقي بعباءته أي يزيح عباءته أي ينزعها من على كتفيه فقالت الشمس لملم الآن إذن هذا اللسان الآن طلبت منها أن تسكت وتلم لسانها يعني حديثها التي كانت تتحدث به بتكبر وغرور أن تلملمه وانظري من فاز منا في الرهان وانظري الآن من الذي يفوز هون دليل يا خامس في هذا النص دليل على أن الرفق واللين أو ينال الإنسان بالرفق واللين ما لا يناله بالعنف والقوة نعم عزيزي خامس سأقرأ الآن بلسان عربي مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرقا من أهل الله الرحيمة من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك أولئك هم شر البرية تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضو عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم إذن هذه الآيات عزيزي خامس هي من صورة البينة هذه الآيات من صورة البينة إذن هون نطلوب منك بس قراءة الآيات إذن اقرأ الآيات بلسانك